اهلا بكم في برنامج ولنا وقفة نناقش اليوم الأبعاد القانونية والاختصاصات القضائية في ضوء التقرير الأممي الذي يدعو إلى استجواب مسؤولين سعوديين في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي ما الدليل الموثوق الوارد في التقرير الذي يطالب بمزيد من التحقيقات بشأن المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين من بينهم ولي العهد السعودي أم أن التقرير الأممي الذي لا يمثل لائحة اتهام بالمفهوم القانوني سيدخل قضية خاشقجي في متاهة التأويلات القانونية والجدل بشأن حقيتي أي دولة في التحقيق والمحاسبة والمحاكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل يمكننا تحدث عن إشكالات قانونية من شأنها أن تعوق الكشف عن ملابسات الجريمة التي ارتكبت في مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول وهي أرض سعودية وفق الاتفاقيات الدولية هل الجهات القضائية في السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية على اعتبار أن الإطار العام لها يتعلق بجانب سيادي كما تقول الرياض أم إن التحقيقات التي تجريها السعودية مع المتورطين في الجريمة غير ذات مصداقية وينبغي أن يستعاد عنها باختصاص قضائي عالمي على اعتبار أن الجريمة تحمل الطابعة الدولي كما يقول نص التقرير الأممي من جانب آخر هل إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية هي الحل الناجع لملاحقة المسؤولين قضائيا كما تقول أنقرة سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة مع ضيوفي عبر سكايب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوجل التركية الدكتور سامير صالحة وينضم إلينا من المنامة الكاتب الصحفي والباحث السياسي إبراهيم أنهام كما تشاركنا الحوار من بيروت المحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادا نبدأ نقاش لكن بعد التقرير بعد ستة أشهر من بداية مهمتها تعلن المقاررة الأممية المعنية بالإعدامات التعصفية أنيس كالامار نتائج تحقيقها حول حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي تثبيت لمعطيات جديدة وتأكيد لروايات متدولة وضحض لأخرى هذا ما لخصه التقرير الأممي إلى جانب التأكيد لضرورة نقل نتائجه إلى محكمة دولية للنظر في مجرياته إذا ثبتت مسؤولية أحد ما في جريمة قتل خاشقجي فيجب اعتقاله والمحاكمة التي يخطع لها المتهمون الأحد عشر في الصعودية لا تفي بمعايير المحاكمة المنصفة كما أن هناك دولا أخرى لديها دور في هذا الشأن بما في ذلك تركيا والولايات المتحدة وبالتالي لا يمكن لهذه المحاكمة أن تكون محلية لأن لها تشعبات دولية السلطات التركية طالبت السعودية في وقت سابق بتسليم المشتبه بهم لاستكمال التحقيق في الجريمة كونها وقعت على الأراضي التركية لكن طلبها قبل برفض سعودي بحجة عدم وجود إطار قانوني أو اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين البلدين التقرير الأممي يشير إلى أن أعضاء فريق الاغتيال تصرفوا بنية مبيتة في القتل وتلقوا أوامر عليا بالتنفيذ على عكس رواية النيابة العامة السعودية التي قالت إنهم تصرفوا من تلقاء أنفسهم فما السبيل القانوني لمحاسبة المتورطين؟ هل يتحقق طرح المحققة الأممية في إحالة ملف القضية إلى أروقة المحاكم الدولية؟ أم إن هذا الخيار يشبه جانب من التعقيد أكثر مما يبدو عليه الأمر؟ أيهم سلمان لبرنامج ولنا وقفة تيارتي عربي أبدأ معك ضيفي من المنام الباحث السياسي إبراهيم النهام كلمار في تقريرها دعت لتعليق التحقيقات التي تجريها السعودية وطعنت في محاكماتها ما هو الرد الإجرائي المتوقع من أرياض بعد هذا التقرير؟ أسعد الله مسائش بكل خير والتحية موصول لك والضيوفك في الاستيديو طبعا المملكة العربية السعودية لسوة بأي دولة أخرى تحت منظومة بيت الأمم المتحدة دولة لها سيادتها ودولة لها مؤسساتها القضائية والتشريعية والقانونية وكما أن السعودية رفضت التقرير المذكور فإن يحق لأي دولة أخرى كذلك أن تتعامل مع ذات المسار سواء مع المحققة هذه أو غيرها السعودية نظرت ليس خط السعودية نحن في الخليج نرى بأن هذا التقرير يخالف الحقيقة هو تقرير غير محايد وتقرير يقوم على فرضيات مبيتة أساسا إلى جانب ذلك نحن رأينا منذ البدايات في قضية الخشقجي كيف أنه تم توجيه الاتهامات لقيارات عليا في المملكة العربية السعودية منذ الوهلة الأولى للحادثة المؤسفة بشكل مسيس وبشكل يخالف الصواب وبشكل يستبق حتى التحقيق في الأمر المملكة العربية السعودية تسير على خطة ثابتة دولة السعودية دولة ليست دولة قتل والمملكة العربية السعودية ليس لها تاريخ في القتل وليس لها تاريخ في القتل الممنهج وليس لها تاريخ في الاعتداء على غيرها أو تدخل في شؤون غيرها والدولة السعودية في المقابل تدعو جميع الأطراف الأخرى على النظر القضية الخشغجي والذي هو مواطن سعودي قتل على أرض سعودية من قبل قتل السعوديين وهم مواطن سعودي فعروة على هذا الركاز الثلاث الرئيسية فإن الدولة السعودية هي الدولة الوحيدة التي لها الفيصل على أن تحاكم القتلة ووفق القنوات التشريعية والقانونية من نيابة العامة وغيرها والدعاء أن عملية القتل حدثت على أرض تركية يخالف الحقيقة هي أرض سعودية لأنها وقعت داخل سفارة العرب السعودية في تركيا سيد النهام هي أرض سعودية عندما يتعلق بالعمل القنصلي عندما يتعلق بإجراءات مواطني هذه الدولة وليس عندما يتعلق بالأمر بعملية قتل النظر لهذا الأمر يجب أن يكون من خلال القوانين الدولية والتشريعات والاتفاقيات ما بين السعودية وتركيا أو غيرها والدولة السعودية تسير في هذا الجانب من خلال القنوات التشريعية والقانونية والرسمية وليس من خلال الإفترابات والدعاوي والتحليلات نعم سيد سمير صالحة تركيا تؤيد توصيات التي جاءت في التقرير ما الذي أضفه برأيك هذا التقرير؟ ما أهمية هذا التقرير؟ نعم مساء الخير للجميع أولا وشكرا على الاستضافة برأيي أن هذا التقرير يضع لنقاط فوق الكثير من الحروف التي كانت غامضة في التعامل مع الملاف يقوي يد تركيا وتروحاتها القضائية القانونية السياسية أيضا طبعا هذا التقرير منذ البداية كانت أنقرة تصر على أن يتم وأن يكون في مسألة وصول إلى نتائج لساعدها أكثر فأكثر على التحرك على المستوى القانوني الجنائي الدولي وربما السياسي والديبلوماسي أيضا بعد الآن كيف استحرك أنقرة؟ هذه هي برأيي النقطة الأساسية في نقطة مهمة أيضا أظن طبعا أن هذه الجريمة ارتكبت داخل مبنى القنصرية السعودية لا أحد في تركيا يتهم الدولة السعودية نحن هنا نتحدث عن مواطنين سعوديين ارتكبوا هذه الجريمة داخل القنصرية السعودية لكنهم حاولوا أيضا توريد تركيا من الناحية القانونية والسياسية والديبلوماسية في هذا الملاف البعض في المملكة العربية السعودية ما زال حتى الآن يسأل السلطات التركية عن مكان الجثة ما معنى السؤال عن مكان الجثة وهو معنى أن يقال لنا أن الجريمة تعني المملكة العربية السعودية وهي ارتكبت داخل القنصرية نقطة ثانية خروج الذين شاركوا في هذه الجريمة إلى خارج القنصرية والتجول في الأسرق والشوارع في اسطنبول يؤكد مرة أخرى أنه كان في محاولة حقيقية لطورد تركيا في هذا الملف يعني لو لم يكن هناك تحرك سريع في التعامل مع تفاصيل هذه القضية لكأن الأمور ذابت بمنحة معاكس مغير آخر نقطة أخيرة حتى لا أطيل أظن بعد الآن أمامها أنقرة الكثير من الفرص والسيناريوهات لتتحرك بأكثر من اتجاه لكن أظن أيضا أن أنقرة ستعطي الأولوية مرة أخرى لنتائج التحقيق القضاء في المملكة العربية السعودية على أمل أن ينجز هذا التحقيق بأسرع ما يكون أيضا هناك تحقيق تركي محلي كما تعرفين أيضا سيكون هناك فرصة أخرى في جميع الأحوال الجانب السعودي هو الذي الآن سيساعدنا أكثر فأكثر على التقدم نعم أتوجه الآن إلى المحامية السابقة ديالا شحادة المقررة الدولية أنيس كالمار قالت إن الجريمة دولية ومن ثم تخضع لولاية قضائية عالمية مما يسمح لدول أخرى مثل تركيا والولايات المتحدة بملاحقة المسؤولين قضائيين ماذا نسمي هذا في القانون أستاذة جحادة نريد قراءة قانونية وتفسير قانوني نعم المقررة كالمار هي مقررة ليست محققة أنها لم تقم بتحقيقات وإنما جمع تقارير كافية من أجل الإدلاء بخلاصة برأي حول هذه القضية بعد مرور نحو عام عليها المقررة تقول أن الجريمة هي ذات طابع دولي الجرأم الدولية اليوم كما عرفها القانون الإنساني الدولي ومن ثم اتفاقية فينا المنشئة المحكمة الجنائية الدولية هي غير الجريمة التي حصلت اليوم بحقها شقجي ولكن القول بأن هذا طابع دولي يقصد به بأن هناك تنازع قضائي يعني تنازع اختصاصات قضائية حولها من جهة طبعا يحق لأي دولة أن تطلب محاكمة مواطنيها ومن جهة أخرى يحق أيضا لأي دولة أن تطلب محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم على أراضيها بما في ذلك الأراضي التي تتبع لاستيادة وحصانة قنطوليات لأنه كما قلت فإن الحصانة هي محصورة بالوظيفة الدبلوماسية يعني كل شبر اليوم من أرض الدولة التركية يخضع لاختصاصها وفق اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وأيضا وفق القانون أي قانون قضاء محلي لمعظم دول العالم كل فعل جرمي يتم على أرض أي دولة في العالم يخضع لاختصاصها القضائي فيما خلى الأفعال الإدارية كنزاعات العمل الخاضعة لاختصاص الأمم المتحدة أو لاختصاص الدولة التي لها فريق عمل ديبلوماسي ومواطنين منها على سبيل المثال وبالتالي فإن هناك أيضا اختصاص لتركيا على هذا الجرم لأن الجرم وقع على أراضيها ثمت قدرة للنظام القضائي الأمريكي أن تقوم أيضا بإجراءات قضائية لأن الشخص الذي يعتقد أنه ارتكب فعل إما الإخفاء القصري بحقه أو التعذيب أو القتل يعني حتى هذا الأمر ليس محسوما فيما خلى الإخفاء القصري أيضا يحق لهذه الدولة أو يحق لأبناء هذا الشخص أن يبدأوا إجراءات قضائية لأنه حملت للنجسية الأمريكية من جهها وكما أنه هو مقيم في الولايات المتحدة من جهها أخرى أيضا يحق لكل دولة لها نظام قضائي ذي اختصاص عالمي لجهة الأنواع أنواع الجرائم ذات الطابع الجسيم الدولي مثل الإخفاء القصري أو الإختفاء القصري مثل التعذيب أن يقوموا ببدء إجراءات قضائية بطلب من أشخاص أصحاب صفة ليس بالضرورة بطلب من المدعي العام إلا إذا كانت الدولة مهتمة لهذه الدرجة بهذه القضية أن يبدأوا إجراءات من هذا النوع وفق شروطها المختلفة معظم الدول التي لها اختصاص قضاء عالمي تشترط أن يكون الشخص المطلوب إما على أراضيها أو أن يكون داخل أراضيها حين يتم تنفيذ إجراءات قضائية بحقها أن تبقى تحت الأختم إلى دخوله أو أن لا تبدأ إلا عند دخوله أتوجه إليك الكاتب الصحفي إبراهيم النهام هل إحالة القضية إلى محكمة دولية ستنعكس آثاره على العلاقات السياسية بين السعودية والتركيا من جهة والسعودية والمجتمع الدولي من جهة أخرى العلاقة السعودية والتركية علاقة طيبة من الجانب السعودي ولكن لا نرى في المقابل حسن نواية من الجانب التركي وهذا الأمر واضح من خلال الإعلام ومن خلال بدايات قضية مقتل خشقجي نحن في الخليج نرصد ما يحدث في تركيا ونرى التصعيد التركي الغير مبرر لقضية مقتل المواطن السعودي الدولة السعودية تباشر بشكل شفاف ومستقل متابعة حيثيات قتله عائلة خشقجي عائلة تقف صفا واحدا خلف المملكة العربية السعودية وتقف صفا واحدا خلف القضاء السعودي وقضية الدعاوي بأن الدولة السعودية تحاول أن تحرج الدولة التركية في موضوع خشقجي هذا موضوع يخالف الحقيقة ويخالف الصواب ونحن نرصد منذ بدايات القضية وحتى اللحظة كلما ينشر في وسائل الإعلام سواء في المنطقة أو في تركيا أو في غير تركيا ونرى في المقابل أن الدولة السعودية تسير على خطة هادئة على خطة ثابتة تسير عبر القنوات الشرعية تسير عبر القنوات القضائية وهناك موافاة كاملة ربما هذا سيد إبراهيم سيد إبراهيم عفوا منك ربما هذا التباطؤ هذا الهدوء الذي تتحدث عنه لذلك ربما هناك من يوجه اتهامات لرياض بتقاعص والتماطل مع قضية مقتل خاشقجي كل مرة لماذا لم تحسم السعودية القضية وتغلق المنف أنا ما قلت تباطأ طالع أمرش قلت أن الدولة السعودية تسير بشكل ثابت ومتزن وهادف في قضية خاشقجي وفي قضية معالجة حيثيات القضية والإعلان عنها بين حين وآخر وإعلان حيثياتها للرأي العام السعودية لا تخفي شيئا طالع أمرش أما فيما يخص موضوع القضية في القضية كما يبدو منذ البدايات هي قضية مسيسة الهدف منها استهداف المملكة العربية السعودية استهداف الدولة السعودية استهداف السياسة العامة في المملكة العربية السعودية استهداف سمو وليعات السعودي وليست قضية مواطن وغير مواطن نحن نرى الملايين يشردوا من سوريا الملايين يقتلون في فلسطين لم نرى إعلام يتحدث لم نرى الناس يدافعون عن حقوق هذه الشعوب المكلومة بقدر ما تفعل المملكة العربية السعودية ولكن اليوم نرى الإعلام الدولي الإعلام التركي وغيره. وهو يسخر مكانته ليلا ونهارا لمتابعة قضية خاشغجي. والدولة التركية تتحدث عن مقتل هذا المواطن. وكأن الدولة التركية ستقف على أساق واحدة في قضية خاشغجي. وهذا أمر يخالف الحقيقة. الدولة التركية يجب أن تقدر مواقف السعودية معها. السعودية حاولت في أكثر من محفل أن تظهر حسن النوايا من خلال التواصل مع الدولة التركية. أن تركيا دولة جارة وشقيقة. وهناك علاقات اقتصادية وسياسية قديمة. والسعودية تهتم أن تكون هذه العلاقة في تصاعد إيجابي وتصاعد صحيح. ولكن هذا لا يمكن أن يحصل من طرف واحد فقط. يجب أن يكون هناك تعاون ما بين الطرفين. أما قضية خاشغجي. حتى أفراد عائلته صرحوا ميرانا وتكرارا أنهم يثقون في القضاء السعودي ويثقون في المستسات القضايا السعودية. فما دخل تركيا وغير تركيا فيما يجري. الدولة السعودية تتحمل مسؤولية محاسبة وتتحمل مسؤولية الإعلان عن ذلك بشكل شفاف للرأي العام السعودي والعربي والتركي والعالمي. ولكن السعودية ترفض الوصال. أستاذ سمير صالحة. أستاذ سمير صالحة الباحث السياسي إبراهيم النهام يقول أن هناك فرضيات مبيتة ضد السعودية. سعودية تقول أن هناك جهات تعمل على استياد في المياه العاكرة واستخدام الجريمة لأغراض سياسية. حتى لو كان في أشخاص يريدون الاستياد في المياه العاكرة. لا أظن إطلاقا أن القيادة السياسية التركية أو الشعب التركي هو الذي يريد ذلك. لماذا؟ لأنه دائما كان في مواقف تركية واضحة بإتجاه حماية العلاقات التركية السعودية التاريخية. وقبل يومين فقط. قبل يومين من إعلان هذا التقرير. وزير الخارجية التركية قالوا شغلو. قال أن نحن نعمل بإتجاه الفصل بين الملفات في العلاقات التركية السعودية. وتتذكرين أيضا قال أنه موضوع جريمة خاشقجي يتقدم بمسار. وعلاقاتنا السياسية الاقتصادية الأمنية التاريخية مع السعودية يتقدم بمسار آخر. الآن في حقيقة موجودة على الأرض أنه الإخوة في المملكة العربية السعودية بعد ارتكاب الجريمة مباشرة كان في لغة ونبرة وأسلوب يختلف تماما عن ما جرى في المراحل اللاحقة لوقوع هذه الجريمة. أعطيك مثال بسيط فقط حتى الأوطيل أيضا. أنه أنت تتذكرين كيف وقف القنصل السعودي وليد العتيبي أمام الإعلام يقول أنه خاشقجي غادر القنصلية يفتح الجوارير والأدراج والمكاتب ويقول للإعلام العالمي هو ليس في القنصلية. وبعد ذلك ما الذي جرى على الأرض بالتفصيل وكيف صار هذا الملف بالشقيق الجنائي والقضائي والسياسي. مرة أخرى أقول لك نعم في أزمة الآن ربما في مسارة العلاقات التركية والسعودية. لكن الآن التحقيق السعودي مهم في أن ينجز بسرعة ويساعدنا أكثر فأكثر في تركيا على معرفات حقيقة الموقف القضائي السعودي. لأنه أظن أنقرة على دول. ذلك أيضا قد تسارع في التعامل مع هذا الملف. نقطة أخيرة أيضا أنه بعد أسبوع سيكون هناك متعرفين لقاء احتمال أن يكون لقاء على مستوى مجموعة باختصار أستاذ سالحة. نعم مجموعة الهشرين. هل سيكون هناك لقاء قمة مثلا تركي سعودي في اليابان على همش هذه القمة أم لا. هل سيتم مناقشة هذه القضايا بين الرئيسين. بين الرئيس التركي والعائق السعودي أم لا. هذه النقطة أيضا مهمة برأيه. نعم أعود لك أستاذ إبراهيم النهام مناء المنامة. إلى أي مدى ستتعاون السعودية لإغلاق ملف مقتل خاشقجي. يعني ما الخطوة المنتظرة من الرياض. لا يتوجد هناك خطوات منتظرة الرياض تؤدي واجبها كما يجب أختي الفاضلة. المملكة العربية السعودية تنظر لقضية خذجغجي أي قضية أخرى تتعلق بأي مواطن سعودي. السعودية من خلال قضائها ومن خلال قنواتها التشريعية والقانونية تسير على نفس تقف على مسافة واحدة مع جميع المواطنيين السعوديين. إذا كانت هناك جهات دولية تحاول أن تسيس هذه القضية وأن تعطيها أكثر من حقها هذا شأنها. الدولة السعودية دولة تاريخية. دولة لها ثقلها في المنطقة وفي العالم. الدولة السعودية دولة معروفة بمواقفها. الدولة السعودية أكثر دولة تقدم الدعم للأمم المتحدة والدول المنكوبة والدول التي تعاني من المجاعات والمشاكل. الدولة السعودية دائما أينما وضعت يدها نزل الخير معها. السعودية لم تكن أبدا دولة معادية فالسعودية تسير بخطوة ثابتة السعودية لا تلتفت للتحليلات الفارقة ولا تلتفت لإعلام المسيس ولا تلتفت لغرف السيشري الميديا المغلقة والمأجورة السعودية دولة لها هويتها ولها سيادتها ولها خطوات ثابتة وهذه السياسة نحن نقف في الدول الخليج العربي كلنا شعوبا وغيارة صفا واحدا خلف القيارة السعودية وخلف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ودول المنطقة وغيرها هي بحاجة للسعودية أكثر ما في السعودية هي بحاجة لها فالدولة السعودية دولة لها ثقة لها ولها وجودها والدولة التي تخسر الدولة السعودية هي دولة يعني تعاني من مراهقة سياسية الدولة السعودية يجب أن لا يخسرها أحد أعود لك أستاذ العلاقات الدولية سميرا الصالحة كلمار في تقريرها وجهت دعوة لأمين العام لكن حقوقيون الأمين العام بفتح تحقيق حقوقيون يقولون أن الأمين العام لا يفتح التحقيق إلا إذا جاء مثلا طلب من تركيا ما هي الخطوة المنتظرة من تركيا هل يمكن أن تلجأ تركيا لمحكمة العدل الدولية نعم السيناريو الأقرب ما قد تفعله تركيا لكن كما قلت لك هذا مرتبط الآن بسرعة التحقيقات المحلية الوطنية في المملكة العربية السعودية وفي تركيا أيضا أنه في تحقيقات يتقدم بشكل منفصل على الأرض لجنة تحقيق أممية تعني نقض الملف هذا إلى مرحلة جديدة ببعد جديد يعني نحن قلت لك قبل قليل ربما فيما يخص دكتور صالحة فيما يخص التحقيقات أو المحاكمات كانت تغريدة للوزير الجبير قال فيها أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفرات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية لذلك أنا قلت لك ربما أنقر الآن ستتمسك بإنهاء التحقيقات والمحاكمات في المملكة العربية السعودية لمعرفة نتائج هذا التحقيق وربما على ضوء ذلك ستطرح استراتيجيتها جديدة لكن في جميع الأحوال في تركيا جميعا نعرف أهمية السعودية موقعها ودورها الإقليمي نحن نتحدث الآن ليس عن دور السعودية عن أهمية السعودية وموقعها نحن نتحدث عن جريمة ارتكبات داخل القنصرية السعودية في إسطنبول هذه الجريمة قبلتها السلطات السعودية الجميع يعرف ذلك الآن المطلوب هو الإسراع في تحديد المسؤوليات المحاكمات لأن أنقرة بعد الآن لا أظن أنها ستتريس أكثر من ذلك نقل الملف إلى بعد إقليم دولي وأممي سيوتر العلاقات بين البلدين هذا ما تتجنبه أنقرة حتى الآن الصحفي والبحث السياسي إبراهيم النهام قلت أنه لا خطوة منتظرة من الرياض إذن السعودية طال عمرش دولة ذات سيادة السعودية لا تسير وفق إملاءات أي أحد لا منظمات حقوقية ولا غيرها السعودية تنظر بعين للتقدير والاحترام لكل الجهات والمنظمات الدولية وغيرها ولكن السعودية دولة لها سيادتها الداخلية والسعودية دولة ترفض أن يكون هناك وصايا عليها ترفض أن تأخذ الأوامر من أحد السعودية دولة لها مؤسسات تشريعية وقانونية مستقلة ولها تاريخ في هذا الجانب وهي كفيلة بحل مشكلة مواطنها نحن اليوم نتحدث أو نسمع ما يتداول في وسائل الإعلام وغيرها منظمات دولية دول الخمس مجلس الأمن الأمم الاتحدة مش حارف إيش كل هذا على قضية مواطن سعودي قتل من قبل مواطنين السعودين على أرض السعودية الموضوع كله طال عمرش للإنسان العاقل يثير علامة استفهام كبيرة ما الذي يحدث ما هي النوايا الحقيقية خلفه كل ما يجري أي حرج لنتحدث عنها اللي الدولة التركية اليوم تعاني منه أي حرج هذا دولة السعودية قادرة عن تحل مشاكلها أي أن كانت بل أن السعودية من الدول الفاعلة التي تحل فيها كذلك مشاكل الآخرين وليس مشكلة مواطن واحد اليوم قتل والدولة السعودية تأخذ إجراءاتها عبر قناوات الرسمية لحلها فنحن نرى أن الموضوع يتعدى موضوع مقتل مواطن شكرا لك واستهداف لصاحب السمون الملكي محمد بن سلمان وللدولة السعودية ولهويتها ولسيادتها نعم شكرا لك أستاذ النهام إذن في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كجاليا التركية الدكتور سمير الصالحة ومن المنامة الكاتب الصحفي والباحث السياسي إبراهيم النهام وكانت معنا من بيروت المحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ديالا الشحادة والشكر موصول لكم مشاهدينا إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج ولنوقف ترجمة نانسي قنقر